الأهلي بيبحث تطوير المنطقة المحيطة بفرع القاهرة الجديدة ده خبر مهم جد بدأ مجلس إدارة الناد الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التجهيز لافتتاح فرع الناد الأهلي بالتجمع الخامس والمحدد له الأسابيع القليلة المقبلة حيث عقد العمري فاروق نائب رئيس النادي اجتماعاً مثمراً اليوم مع المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استعرض خلاله التجهيزات التي تجرى على قدم وساق لافتتاح الفرع وتفعيل كافة الخدمات المؤدية إلى الفرع والعمل على راحة أعضاء النادي الأهلي شهدت الجلسة الاتفاق على تطوير وتنمية المنطقة المحيطة بفرع النادي والقيام بأعمال الاندسكيب وإنشاء المحاور المرورية الجديدة والمسطحات الخضراء وأعمال الإنارة على النحو الذي يتماشى مع الخطة الحضرية والعمرانية لهذه المنطقة وأيضا تحسين الصورة البصرية للمنطقة المحيطة بفرع القاهرة الجديدة وقامت اللجنة التي يشكلها جهاز تنمية القاهرة الجديدة بأعمال الرفع المساحي والبدء في اتخاذ الإجراءات اللذمة للتنمية المنطقة المحيطة بفرع النادي بالتجمع الخامس ويضع الأهل الترتيبات الأخيرة تمهيدا لافتتاح فرع القاهرة الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات وإنشاء الملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحضائق والأماكن الترفيهية والخدمات بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي من خلال منظومة خدمات رياضية واجتماعية محترفة تتوافق مع خبرات النادي الأهلي الكبيرة